مدينة بيروت يعود تاريخ المدينة لأكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد حيث كانت مملكة مستقلة ثم خضعت لحكم المصريين في عهد الفرعون تحت مس الثالث وبعد المصريين قام كل من الآشوريين والكلدانيين والفرس بالسيطرة على المدينة ثم ضمها الإسكندر الأكبر لإمبراطوريته في سنة أربعين ومئة قبل الميلاد دمرها الملك الهيليني ديودوتوستريفون خلال صراعه للسيطرة على عرش الدولة السلوقية احتل بيروت القائد الروماني ماركوس أغريبة واشتهدت تحت الحكم الروماني بمدرسة القانون واستمرت بالتدريس الحقوق لأكثر من ثلاثمائة عام اختحها العرب بقيادة معاوية بن أبي سفيان اتخذها المسلمون قاعدة عسكرية انطلق منها الأسطول العربي الذي فتح جزيرة قبروس استغل البيزنطيون اضطراب أحوال الدولة العباسية احتل بيروت ملك البيزنطيين ثم أخرجته منها القوات الفاطمية هجمها السريبيون وتمكنوا من احتلالها وفي زمن دولة المماليك في مصر أرسل الملك الأشرف خليل جيشا كبيرا إلى المدينة في استعادها عدى معركة مرجدابق سنة 222 وتسعمائة للهجرة والتي هزم فيها المماليك أمام العثمانيين دخلت بيروت في حكم الدولة العثمانية في السنوات العشر الأخيرة من القرن العاشر الهجري تغلب عليها الأمير فخر الدين ابن معن في سنة 36 و300 وألف للهجرة سقطت المدينة بعيد قوات الحلفاء بقيادة الجنرال إلموند أليمبي وأعلنت تصبط الأمم المتحدة بيروت خاضعة للانتداب الفرنسي تم استقلال لبنان سنة 65 و300 وألف للهجرة